اشتركوا في القناة وطاقة إيجابية حلقتنا النهاردة حلقة مهمة جدا حلقة بتأدي هدف نبيل حقيقي لأنه في ناس كتير ما تقدرش تاكل بلوتين اللي هو البروتين اللي موجود في الأمح ومشتقاته يعني تخيلوا مش بس بقدرش ياكل الأمح وكل ما يصنع من القمح وإحنا أغلب حياتنا من خبز بسكوت بقصومات توست كيك كل ده مصنوع بالأغلب من الأبيض أو الأصمر اللي اتنين فيهم جلوتين عشان بس نكون واضحين في ناس عندها حساسية اللي هي يعني ما يستحملوش زرة منه مش كمية منه اللي هي بسموه مرض السيليك السيليك ديزيز واللي هو الجلوتين بالنسبة لهم بيبقى محفز لنوبة حسية كبيرة في ناس عندها انتولرنس انتولرنس يعني عدم قدرة على هضمه وتحمله وبيعملوهم مشاكل في الهضم ومشاكل تانية بالذات الأمراض المناعية خليني بس أتكلم في حتة كده سريعة انه فيه كنت بفرج على الدكتورة بتتكلم عن موضوع الأمح فحد قال لها بس ربنا خلق لنا الأمح عشان نستهلكه الأمح غير معدل جينيا زمان قوي ما كانش فيه المشاكل أو بتطلعش منه المشاكل اللي بتطلع في الأيام دي التعديل الوراثي والجيني لزيادة المحاصيل إلى آخره كل ده غير أو نقص الفايدة اللي موجودة في الأمح فطبعا بشكل عام لازم نكون مستهلكين بشكل معقول ومعتدل للدقيق الأبيض بالذات ويبقى جزء مش أساسي طول اليوم في أكلنا علشان هو بيتحول لسكر كمان عايز أقول أنه الحلقة دي لمرضى السكر مش فس الحساسية وتنويه واجب أنه أي حد عنده حساسية سكر ضغط وأنا بقترح عليكم أو أي برنامج بتفرجوا عليه بيقول ده كويس للسكر ده كويس لمرض كذا نعود للطبيب لأنه تبقى هذه معلومات وإحنا عندنا مرض منتابع مع الدكتور ما نقدرش نستقي معلوماتنا فقط من البرامج إحنا ممكن مننور على وصفات مننور على حاجات بس قد قادر أستهلك منها قد سعراتها قد قيد النسبة لأنه مش عايزين نبالغ باستخدام برضو إحنا ميالين كشعوب إنه المبلغة مثلا نقول ده حاجة لايت فقوم وكل منه عشرة خليته ضعف اللي مش لايت يمكن أكل واحد من اللي مش لايت وعشان لايت أزود بس فده وجبها التنويه النهاردة عندنا ثلاث أنواع عيش والثلاثة ما فيش يوم دقيق والثلاثة مليانين فوايد والثلاثة مليانين بروتين ينفعوا للناس تحب تتمرن اللي بتحب تقلل اللي دقيق بشكل عام اللي بتحب تدخل غزة وفايدة في أكلها اليوم أول عيش هنعمله مليان بروتين في الجبنة الأريش الشهيرة في وقت الدايت إنه إحنا بنستخدمها لأنها قليلة الدهون من الأجبان قليلة الملح برضو ومفيدة لنا الجبنة الأريش هندخل معاها بزور الكتان اللي هو الفلاكس سيدز وحقولكم إزاي نستفيد من الفلاكس سيدز وزاي جسمنا بيهضمه بزور الكتان والبيض فإحنا عندنا البروتين من الجبنة والبيض وبيض وبيض الكتان وفايدة الكثيرة حنتكلم عنها في الحلقة وحنعمل منه ساندويش بالبيض سكرامبلد أج والأفو جادو فحنعمل حاجة مفيدة جدا هل هي قليلة سعرات؟ مش بالضرورة لكن هي مفيدة وتخدم قطاع من الناس مقدروش يستهلكوا الدقي أو مش عايزين حاجة فيها سكريات كتير ودقي بتحول لسكر بشكل تلقائي في جسمنا الخبز التاني حنستخدم الكينوة الكينوة خلاص بقت معروفة هي بزرة شبيهة بالبرغل كده شكلها أو السمسم كده هنستخدمها مع بذور الشياف هنعمل خبز البذور وحنحط له برضو بيضة فهو مليان فوايد مليان ألياف وفيه بروتين هنعمل معه حمص بالبنجر اللي مليان فوايد برضو وندخل معه برضو هنحط معه الجبنة الأريش فاحنا عندنا هنا بروتين عالي في الحلقة فاللي بتمرنوا حيتفرجوا عليها وحتعجبهم الوصفة التالتة هي كانت الغريبة جدا بالنسبة لي إنه من شوية تحينة وبيض وشوية خل ورشة ملح تحينة تحينة اللي هي الخام وبيض ورشة ملح وشوية خل عملنا خبز الخبز ده مافيش فيه برضو دقيق وعالي الكالسيوم لأنه السمسم أصل التحينة مليان كالسيوم هنعمل منه ساندويتش طعمية بروتين نباتي برضو فالنهاردة حلقتنا بجد يعني مرجع عليكم للناس اللي مهتمة بصحتها بتقليل الدقيق الأبيض سواء عندها حساسية عندها سكر بشكل عام هتعجبكم جدا وتقدروا تستفيدوا منها في حياتكم وأسلوب تغذيتكم تعالوا نكتب المينيو عندنا مينيو free اللابل الكلمة اللي بتتحط على أي منتج بتغلي سعره جدا ولكن نقدر احنا نعملها بالبيت وبعدين نقول high in protein والبروتين النهاردة عندنا أصله جاي مصدره نباتي ومصدره حيواني بنفس الوقت هنعمل خبز الجبنة الأريش وبذور الكتن اللي هي الفلاكس وحنعمل خبز الطحينة والبيت فإحنا عندنا هنا كالسيوم عالي جدا اللي هو البيت فيه كالسيوم وكمان حنعمل خبز الكنواء والشيا وده عالي في برضو البروتين والأحماض الأمينية أمينو أسدس أو أمينو أسدس المهمة جدا 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 بصحة خلاينا فالنهاردة أكلنا سهل وبسيط أنتو هيخدم قطاع كبير من اللي بتفرجوا علينا وأنا حريصة أنه تاخدوا هنا حلول لغذائكم اليومي بالذات لو كان عندكم تحديات معينة أو دايت غذائي أسلوب غذائي أنتو بتتابعوه حلقتنا دايما موجودة على اليوتيوب وصفاتها دايما موجودة عشان ترجعوا لها على الفيسبوك وبعد الفاصل فعلا حلقة مهمة لازم تستنوها وتابعوها معاين حلقة مهمة قوي النهاردة حلقة حيستفيد منها الكثير من مشاهدين اللي بيدوروا على بديل للخبز من غير دقيق سواء كانوا لسبب الحساسية سبب الانتولرنس اللي هي عدم قدرة على التحمل أو عندهم أمراض مناعية زي الروماتويد وأمراض كتير مناعية بيحاولوا أنه يخلوا الجسم يبقى مفيش فيه سكر عالي مصدره بالذات الدقيق الأبيض وسكر الأبيض علشان يعرف الجسم يعمل سلف هيلينج يقاوم لأن الأمراض المناعية هي الجسم بيهاجم نفسه فإحنا منساعد جسمنا أنه يبقى أقوى وفي صحة أحسن عشان يقدر يقاوم سواء كانوا حابين يقللوا بشكل عام عشان التمرين ويزودوا البروتين بس أنوه أنه أي حد هنا بتفرج علينا ليه تغذية علاجية معينة بتأثر على أدوية بياخدها زي مرضى السكر مثلا كل معلومة منقولها هنا قبل ما يطبقوها ويعملوا الوصفة وياخدوا منها كمية معينة يرجعوا للطبيب المعالج عشان تأكدوا أنها ماشية مع نظامهم الطبي لأنه مش عايزين يحصل تعارض مع الأدوية اللي هم بياخدوها ناس كتير تستقي معلومتها حصلت حدثة كده معايا في سوبر ماركت سلسلة من السوبر ماركت سكنت بشتغل فيها كونسلتنت فكانت الكنوة في بدايتها فجي حد من اللي بيسألني يعني كنت بالصدفة موجودة في السوبر ماركت وهم عارفيني أنه الكنوة دي تنفع لمرضى السكر ولا لا قلت لهم خصائصها أنه هي فيها كاربوهيدرات معقدة جدا وهي المطلوبة لجسمنا أقل بنسبة 75 مئة نشويات من الدقيقة معلومة عامة خد المعلومة دي وعمل استخدمها بكثرة علت له السكر فرجع بيقول لي أنت قلت لي قلت له أنا قلت لك خصائص الكنوة كمية استهلكها طريقة استخدامك ديها والكميات اللي بتاخدها ترجع دايماً بيها للطبيب فحتى رد السوبر ماركت كان أنت بتعالج من مرض معين تعود لطبيبك وليس للسوبر ماركت ولا للشيف ولا للإنستجرام ولا للست اللي بتطلع تتكلم عن الإنستجرام أنا بيسألوني أي سؤال بعمل سموذي على الإنستجرام سموذي خلطات تعصير ينفع تديلي ولادي وأنا حتى فيه مثلاً بذورشية وكل جين ومش عارف فقلهم ارجعوا لطبيب الأطفال لازم الواحد يكون علمي ودقيق في الحاجات دي ما تبقاش مصادر معلوماتنا عامة طب نشوف العيش اللي حنعمله النهاردة أول عيش حوريه لكم ده بصوا طبعاً إحنا هنا يعني نوافق مع بعض إنه فيه بمعنى فيه حنتنازل عن بعض الخصائص العيش العادي عشان نحصل على عيش خالي من الدقيق ده عيش الطحينة شايفينه؟ أنا عايزة أفتح لكم بواحدة بس عشان تشوفوها بصوا تصدقوا إنه ده من طحينة وبيض وخل فقط أهو طعم الطحينة ظاهر فيه بس هو حيخليني أقدر أعمل ساندويتش أهو حلو وأستمتع بي فالنهاردة هنعمل فيه ساندويتش طعمية قريدي مش هنحط طحينة لأنه الطحينة طعمها ظاهر جداً فيه عشان ما كذبش عليكم بس طحينة طعمها مستساخ فويده إيه؟ مليان كالسيوم مليان بالكالسيوم السمسم مصدر عالي جداً للكالسيوم الطبيعي فهي الطحينة معمولة من السمسم فتعالوا نعمل الباسكت اللي قدامنا دي نحط فيها أنواع العيش المختلفة اللي حضرناه العيش الثاني اللي عندنا اللي هو عيش البذور خبز البذور بذور الكنوة وبذور الشياء الكنوة والشياء هي محاصيل استوائية سوري أمازونية نهر الأمازون في الكثير من السوبر فودز وأغذية لبعد الأمازون عنا وما كانش فيه التجارة والتبادل والسوشيال ميديا مكناش نعرف عنا حاجة لحد عشر سنين مثلاً فاتوا المليانة أحماض أمينية الشياء مصدر مهم على فكرة فيها دهون للدهون الجيدة ومشبعة الخبزة دي مشبعة جداً لأن البذور بتنفش في معددنا وبيدينا إشباع لفترة طويلة بصولي العيش ده أهو راب شايفين؟ هنستخدمه برضو النهاردة نعمل راب حلو اللي هو الساندويتش اللي بيبقى ملفوف رول عندنا العيش التالت أنا حبعد هنا دول شوية كده عشان تشوفوا ده خبز القريش مع البيض وبذور الكتان شايفين؟ بتتخبز تبقى سيلة هنعمل حالة مع بعض وبتتخبز إحنا ممكن نستخدمها كراب أو نقطعها ممكن نعمل كده على فكرة الخبز بقى عادة عندنا أكتر منه إحنا نفسنا بالخبز أنا واحدة بحب الخبز لما يطلع صخنة من الفرن وكده بس لقوا بالغ باستخدامه فالفكرة إنه هو الفسل هو الكارير هو الطبق اللي مناكل فيه الساندويتش يعني إيه ساندويتش؟ لازم بقى بين قطعتين حاجة نمسكهم زي ما جات فترة منعمل البيرجر بالخاص عشان إحنا متعودين والبيرجر لازم بقى ساندويتش فإحنا النهاردة مندور على حلول نقدر نعمل منها ساندويتش هنقول ده كده نقدر نعمل ساندويتش وننقدرش آهو قطعتين فوق بعض أو نلف ده كده وتبقى لقمع نحطه بالتوستر نحط فيه أي فيلنج إحنا حبيينه بس بما إنه إحنا قاعدين مندور على صحتنا يبقى الفيلنج برضو النهاردة هتشوفوه هيبقى صحي هناخد العيش ده ونحطه هنا بالشكل ده والنهاردة في الحلقة إذن هنعمل الحاجات دي اللي هي فعلا ممكن تبقى حل لحد عنده أزمة في موضوع إنه يدقي حاجة بديلة للعيش تعالوا نبتدي بالجبن القريش جبن القريش من الجبن اللي أول حاجة الدكتور بيقول لنا لما نعمل دايت جبن قريش حتى تعيش سن قريش من الحاجات قليلة السعرات وقليلة الملح عندنا هنا مثلا دول بلوكين عارفين قطع الجبن القريش تجي بلوك كده وتبقى واخدة تجزيعة الخشب اللي بتتلفي اللي هي بتتلف كده عشان تنزل منها السوائل هناخد بلوكين من جبن القريش هنحطهم هنا إذن اللي أنا بعمله دا خبز الجبن القريش مع البيض وزور الكتان اللي هو هيبقى خبز عالي لبروتين هنحط للجبن القريش بلتين وقد إيه بيقولولنا بالدايت كل البيض ما تاكلوش الصفار أنا مهتمة جدا هتلاحظوا أني بتكلم كتير الفترة دي عن فوائد وأفكار مغلوطة كانت عندنا عن الأكل بيضة واحدة بصفارها وبيضها مهمة لكله من أول أطفال الكبار في اليوم تدينا احتياجاتنا الغذائية اليومية من الكالسيوم وبالذات الصفار فيه مواد لتغذية البرينسلز الدماغ وحمايتنا من الزهايمر وأمراض كتيرة إلى أتدال أنا مش لازم أكل عشر بيضات بزبدة أنا ممكن أكل بيضة أو اتنين حسب طقتي أدقي بحرق أنا النهاردة قاعد طول اليوم ما بعملش حاجة فأكل قليل بحب الأكل بس بعمل مجهود ألعب رياضة لو بحب الأكل الرياضة مش بس عشان أخص الرياضة كمان علشان أخلي جسمي يتحرك ويبتدي عمليات كلها يسرع كلها مثل الحر والتمثيل الغذائي هناخد بذور الكتان اللي هي دي بصوا عليها دي بذور الكتان لفلاكس سيدز دي قشرتها سميكة جدا والفايدة بتبقى جوه هل أحماض معدتنا تقدر تهدمها؟ مش بالسهل ساعات بخدها بالشكل ده لو أنا عايزة أعمل تنظيف للأمعاء هي بتبقى جرد للأمعاء كده بس لو أنا عايزة فوائدها بطحن ربع كوباية دي وبحولها للشكل ده بطحنة بالمطحنة بالكبة وبكده تبقى سهل امتصاص الفوايد اللي فيها دورها هنا اللي عارفين منعمل قاعدين جل يعني منغليها وبيعملوا جل للشعر بيبقى فيها مادة لازجة جدا دورها هنا فوايد وبنفس الوقت بايندر يعني هي اللي حتربط الخليط ده كله وتخليه متماسك كده حنخلط الخليط بالكبة عندنا في البيت بالهند بلندر الخلط مش مش هيخليها تدخلط بسهولة أنا بس عايزة أسبت ده أيوة حنخلطهم مع بعض ومش محتاجين نخط ملح لأنه القريش ملحة ومع ذلك خليني أنوهم أنه نتكلم عن الصحة أنه من أحسن أنواع الملح ملح اللي هملايا موجود في مصر لونة بينك أحجار كده لونة بينك موجود بلند مصري مش هير ومش غالي خالص مقارنة والله ما غالي يعني معامل 60 جنيه لعلبة كبيرة وهو أغلى طبعا من الملح اللي هو التجاري بس ده علاج لينا يعني ده وقاية من أمراض فيه 77 منيرل وهي إيه المنيرلز؟ خليني أجيب بس سلشيت المنيرلز هي المعادن الطبيعية اللي أجسمنا محتاجها فإحنا لما منملح بملح بحري ملح حملايا جسمنا بيستفيد أكتر أنا هنا الخليط بقى جاهز إني أفرده ومش هيبقى قوامه أبدا زي قوام العيش لما تفردوه هيبقى بالشكل ده شايفين؟ منحطه على ورقة سيليكون وبحب يا إما أدهنوهات وندهن ما إنهم بتكلم عن فوايض دهنة بسيطة للسيليكون برضو وارد إنه ينزق ما فيش فيه أي دهون فحفرت دي ونطلع فاصل وأقول لكم سريعاً وانا بفردها حطينا قلبين قريش عليهم بطين عليهم ربع كباية بزور كتان مطحونة هنجيب سينية ونجيب السيليكون ونفردها عليها سمك متوسط ولا رفيع قوي ولا تخين قوي وندخلها الفرن وحتلاقوا لونها بعد تلت ساعة نص ساعة غير ولما تطلع لازم تسيبوها تبرد قبل ما تتحركوها من مكانها عشان ما تتقطعش فانا حفرت دي ونطلع فاصل ونرجع نعمل منها ولا نعمل كل الأنواع العيش ونعمل بعدين الساندويتش أنا رأيي نعمل كل الأنواع العيش وبعدين نعمل اختراحات الساندويتش لأنه عايزة أتأكد أنه عملنا كل وصفات العيش اللي هي الأهم النهاردة استنونا بعد الفاصل إذن نضموا لينا دلوقتي ويتفرجوا علينا سابة العيش اللي انت شفتوه ده أنواع عيش مختلفة خالية من الجلوتن أو الأمح الأبيض اللي يحتوي على الجلوتن والأمح الأصمر وكل أنواع الأمح ابتدينا بخبز الجبلة القريش مع البيض وده عالي البروتين بعد ما حطينا بزور الكتان معاه إذن هنا حطينا اتنين جبنا قريش قلبين بطين في الخلاط حطينا معاهم ربع فنجان بزور الكتان لفلاكسيدز اتحنت عشان تتهدم ويسفيد منها هنرش عليه وفردناه هنا على سيليكون في شوية زيت هنرش السمسم اللي هيخليه في طعم حلو ويزود فيه الكالسيوم كل حاجة منستخدمها لازم نعرف فوايدها لنا عشان نبقى بناكل بوعي الأكل بوعي الغذاء المعدة بيته الداء والحمية هي الدواء والحمية مش كل حمية عشان نخس فيه أنا مشي على داية قاسي دلوقتي والحمد لله أنا في مرحلة مش عايزة أخس يعني مزعلش لو خسيت كيلو أو اثنين حطه على مية وتمانين ومروحة بس هدفي تحسين صحتي تحسين قلوني تحسين قدرة جسمي على تجديد الخلايا ومش أي خلايا احنا نتكلم تجديد الخلايا دا بنقول وش وشعر كله مهم جسمنا كله عمليات حيوية كلها محتاجة خلايا صحية كل ما نغزي خلايانا on cellular level بغذاءنا اليومي طبعا مننا ناكل مألي ومنناكل حلويات ومنناكل بس بتوازن وابقى بدخل دا ودا عشان ابقى بعمل لجسمي مادة طويل بديله صحة يا ربي يعني دا ما أقولكم خير وبركة ونلازم نضيف صحة وطاقة إيجابية فمهم جدا نعرف أكلنا في إيه تعالوا نعمل عيش التحينة خبزة التحينة تحينة وبيض وخل هتعمل لنا الخبزة دي اللي أنا حوريكم حالا احنا كنا قطعين منها حتى اللي ما شفوش في أول الحلقة أهي خبزة دي خبزة من غير أي نوع من أنواع لشويات أو دي تعالوا دلوقتي نعملها مع بعض هاخد ميكسينج بول عايزة واحد صغير عايزة واحد وسط عندنا عش هتصدقوا السهولة نص كباية طحينة نزلها كلها نص كباية طحينة خام من غير أي إضافات واللي هي عبارة عن سمسم وحنا عملنا على فكرة طحينة في حلقة من الحلقات هي سمسم متحمص طعمه أحلى وهو متحمص وفي زيوت سمسم مليان زيوت بيتحول لطحينة معاهم بيتين بوجود البيض حنحط معلقتين صغيرين خل وحنخلت رشة ملح تاني نص كباية طحينة بيتين معلقتين صغيرين خل رشة ملح وحنخلطهم حالا بمضرب سلك وبقى عندنا أيوة أيوة بالسهولة دي عندكم طحينة بالبيت حالا عندكم بيت ومجربوا أنا ده اللي حصل لي أول ما شفت الوصفة دي قلت معقولة يعني شفت عارفين الانستجرام والسوشال ميديا والبينترست بيورونا وصفات كده سريعة فبحس إنه مخبيين علينا حاجة يعني فقلت لا 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 ده أكيد ضف حاجة خليني أقوم أجرب ولما جربتها نفعت وتلعبت عيش وص يمكن أمهات كتير بتفرجوا علينا دلوقتي الحلقة دي تسعدهم لإني أنا لما إبني اكتشفنا عنده حسية الأمح لجلوتن وحساسية خليني أجيب السيليكون برضو لاحظتوا إنه صديق الوصفات دي السيليكون عشان ما تلزقش اكتشفت هو عنده سنة وثمان شهور إنه مقدر شربوا لبن ولا أكلوا دقيق فما حسيت وما كانش فيه بقى كل اللي انتوا دلوقتي بتسمعوا عنه ولا كان فيه وصفات جلوتن فري ولا السوبر ماركت أعزم مع مغرفة ولا سوبر ماركت بيبيع جلوتن فري ولا بجد بجد كنت بتمنى حد ينقذني بوصفات فالحلقة دي لكل الأمهات اللي بعانوا مع أولادهم ومش عارفين يجيبوا لهم بدائل للحاجات دي للعيش الأبيض والفكرة إنه أنا كانت شوية حالتي أسهل إنه ابني ما كانش لسه اتعود على الأكل ده فأنا قدرت أعوده على أكلات تانية بس فيه ناس بيكتشفوا الموضوع ده وهو الولد عنده خمس سنين ست سنين إنه قردي بيحب يأكل حاجات معينة وعايز بدائل حلقة مهمة جدا عملناها قبل كده رائعة حلقة العدس عملنا ارجعوا خبز العدس والبيرجر بان من العدس وعملنا كراب العدس وكيك العدس العدس ومية فقط لغير يعني الحلقة دي يمكن أكيد موجودة على اليوتيوب اكتبوا مي الشو خبز العدس وحتلاقوا بجد حاجة كده هتنزل لكم كده اللي هو إنقاذ من السماء لأنه فعلا العيش حلو خلوني أخد دلوقتي معلقة بصوا نعملوا كده بس وسعوا شوية ومندخلوا الفرن أو مندخلوا المخلوة الهوائية على ورقة زبدة طيب حنرشله إيه حنرشله حبة البركة ويعني كفاية أنها وصية نبوية من رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا محمد حبة البركة من اسمها مليانة فوايد وزيت حبة البركة ليه خصائص علاجية كتير أنتي ميكروبيل يعني بيخضي على الميكروبات وعلى فكرة أغلب الأمراض بداية الميكروبات هي المعدة يعني البداية حتى لو ما كانش المرض في المعدة بتبتدي من مشاكل المعدة يحسب عندنا مشاكل صحية تانية جلدية ونفسية ونحس بالتوتر كله 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 أساسه غذائنا هندخل ده الفرن شايفين شكلها دي اللي هتتحول لديه تاني نوص كوبايد تحينة عليها بطين معلقتين صغيرين خل ورشة ملح اتضربوا يدوي بمضرب السلك حيروحوا حالا على الفرن على درجة حرارة برضو 180 مع عمر واحد إيه رأيكم؟ ولا أسهل من كده هنيجي دلوقتي حنامل الساندوشات بالآخر لأنه مش عايزة دلوقتي أخدنا يسرقنا ومعملناش أو أدينا وصفات اللي عيش نفسها حقها بالآخر الساندوش هيبقى تطبيق أي ساندوش أنتوا عاملينه أنا بأوريكم بس عشان تشوفوا تطبيقاته عندنا هنا خبز الكنوة ده خليط الكنوة مع الشيا خليني أوريكم ما هي الشيا وما هي الكنوة دي بخذور الشيا أنا بزعلني أنه الاهتمام بالحاجات دي فقط لما نقول أنه هي بتخسس يعني لما أتكلم عن فوائدها وأتكلم عن أنا عايزة أوريكم اختبار صغير عشان في ناس كتير هو ده بس اللي بيهمها في موضوع الشيا سيدز بودور الشيا وملاش اسم تاني أنه هي من الأمازون يعني هو ده اسمها بيلفتهم بس لما ينزل بوست عنها إنها بتخسس إنه معلقة منها أهي تتنقع مع ميا ويحصل عندنا المية اللي فيها البودود دي إنها بتتشرب المية هتشوفه هنسيبها شوية وحتشوفه إزاي المية دي هتبقى هلامية كده وده التأثير اللي بيحصل بمعدتنا فبتشبعنا مش ده بس المهم حلو إنها بتدينا شعور بالإشباع دي فايدتها إيه دي فايدتها إيه دينا دي تحتوي على إيه هل دورتوا هل اللي بيستخدموها دلوقتي عشان يخسوا أروا عن فايدتها مهم جدا تعرفوا العناصر اللي أنتو بتاخدوها من أكلكم عشان لو في عناصر نقصة يعرفوا العناصر يعني أروا جسمي محتاج إيه محتاج زيوت محتاج بروتينات محتاج دهنية محتاج يعني فيتامين دي من الشمس في حاجات كتير طب أنا بأخد ده كفاية هل أنا مثلا أسلوب حياتي أكلي لما قريت مفيش في العنصر ده نبتدي عشان نعرف ناخد فيتامينات إيه لو ما مندخلوش بأكلنا نشرب إيه ناكل إيه أصلا مخرجنا ممكن يقرب لنا تقدر تقرب عليها جامد عايز أوريكم إزاي ابتدت تبقى شكلها زي الكافيار ابتدت تتشرب المية باين معنا هتشوفوا دلوقتي حالا بصوا هقلبها لكم سريعا كده عشان تشوفوا هتبتدي دلوقتي لما شايفين إزاي تضاعف حجمها وابتدى حواليها في دايرة كده من الغلاف بتاعها هبتدي ياخد المية يشربها فده اللي بيحصل في المعدة لأنها بتتشرب السوائل اللي في المعدة وبتنفش وبتعود فترة طويلة طبعا هي شيء لذيذ ومهم إنه الواحد يحافظ على الجسمه بس الأهم يحافظ على صحته وبالتالي والله الصحة لما جسمنا يبقى بفونكشن يعني بيشتغل بالأوبتمام يعني بطاقته الكاملة لوحده حيحرق دهون صحه حيدي نطاقة صحه ومش حنتخن بسهولة فأنا بقى اهتمامي إلى جانب أني ما تخنش اهتمامي بقى الصراحة بقى أني أكون صحتي كويسة أنا هعملكم الخليط ده دلوقتي بس خليني أحط على النار على الطاصة هنا شوية زيت زتون وأمسحهم كده بمنديل بس أخلي الطاصة نونستيك أكتر شوية وزيت الزتون وزيت جوز الهند وفي زيوت نباتية كتيرة لازم ندخلها كمان أكتر في أكلنا فحاخد دلوقتي من الخليط ده اللي حنحضره مع بعض بعد الفاصل كمية وأفردها في الطاصة عشان ما يطلعش تخين قوي وأوقتي الحرارة اهو بقولولي بيكنترول شبه القطيف زي البانكيك هي راب زي التورتية بس بيبقى سائل بالشكل ده وبعدين واحدة واحدة كده احنا منوسعه وبيبتدي يتمسك ما تحاولوش أبدا في قلبوق إلا لما الأطراف تتمسك تعالوا نطلع فاصل نرجع أكون محضرة الخلاط قدامي هنا قدامي بذور الشياء والكنوة هي دي الكنوة منقوعة بمية مغلية هذه هي حبوب الكنوة عشان كده أبقلكم زي البرول نرجع بعد الفاصل نحضر خبز البذور المشبع والصحيح أنا سويت طبعاً اللي حطناه قبل الفاصل باوريكم دلوقتي ده ما قلبتوش لسه منحطه ما منقلبوش غير لما نحس كده إنه قادرين يتحرك كده ناخده ومنقلبه استنوا بس ده أنا كسرته مش قلبته الناحية التانية بس هنمزقه حالاً إنه هو لسه طري دي اللي عملناها مع بعض من شوية حطناها وسويناها قلبناها الناحية التانية وبصوا سهل جداً إنه نستخدمها كراب مفتوحة زي ما أنتوا عايزين خليها على الناحية دي على حرارة وطية أنا حط في النار لإنه المتجاز الكهرباء ببدل صحن تعالوا نعمل الخليط ده الخليط ده هو عبارة عن كباية من الكنوة نغسلها ومننقعها منغسلها عشان نشيرها التراب ومننقعها بمية مغلية ونحطها على جنب لحد ما نحسها كده عافيني ما نقع على الفريق وقد قهولكم كده وقال لكم خلاص بقى طري كفاية معاها كباية مية بس فهنحط المية بالكنوة طبعاً الكنوة بتنفش في المية فهنحط المية مع الكنوة الكنوة بديل للرز يناس بتستخدمها بمعنى إنه هي نشوياتها قلنا 70% أقل من الرز ومع إنه الرز مفيد على فكرة فوايد الرز الفترة دي ظهرت وبقوة للمسكات وللشعر ولكل حاجة بس هو بتحول أسرع لسكر في الدم الكنوة نشويات معقدة نسبتها 25% بس المعقدة دي يعني إنها بتتحولش لو قسنا السكر بعد ما ناكل كمية من الرز هنلاقي سكر الدم علي لو قسنا السكر بعد الكنوة ما بيعليش ما بيعليش بيمشي ستيبل أكتر وده بيقلل الجوع للناس المهتمة بإنها تاكل صحي وتخس هتخسه لما معدل السكر في الدم يثبت ويبقى مش عالي وواطي ده اللي بخلينا عايزين أنا عايز شوكولاتة أنا عايز حاجة مسكرة أنا عايز عيش هي دي الفكرة من التغذية السليمة عندي هنا الشية احنا منحط شيء قد إيه عشان بس أقول لهم المقدار مظبوط النهاردة أول مرة نجربه نص كباية صح لأ الشية ربع كباية لأن الشية بتنفش أوكي ما يعادل الربع كباية نحط ثلاث معالق والشية هنا على فكرة هتدينا برضو قوام لازج وهنحط بيضة بيضة واحدة ورشة ملح الملح ودينا هناك اه إذن عندنا كباية كينوة منقوعة بمية مغلية كباية وبعدين حطينا عليهم ربع كباية شية مش منقوعة وحطينا بيضة وملح هنخلطهم خويت تعالي الجديد ده الرغيف لزقها بسي وبعدها قادي رغيف الكنوة هتنبقوا أسفر أنا بحب اللي عيش الكنتري لوف اللي منعمله بالحلة ده الرغيف بحب أحط فيه بزور وبزور كتان بحب الأرمش هتلاقوا ده البوپين كده الشعور الكنواء اللي موجود والشية حيديكم الأرمشة اللذيذة دي هنضيف دول على دول عشان تشوفوا قوام الخليط ببقى طالع ازاي وحنروح حالا على الفرن هنروح حالا على الفرن عشان نشوف الخبز اللي حطينا طيب أنا قادر اشتغل بيها على طول يا شف لا أنا عشان كده لقيتوني محضرة كمية وحطاها على جنب كل ما البذور دي بالذات الشية تععد زي ما شفتوا بالمية بصوا بالمية هنا بقت عاملة ازاي بقت كل حباية كل حباية منها حواليها غلاف اهو باين معانا من السوائل فدي كل ما توعد هتشرب شوية من السوائل وتديني قوام للعيش أحلى عشان كده عملتها بدري واستخدمنا اللي كنت محضرها قبل الحلقة خلينا أشيل الخلاط ونروح على الأفران مع بعض هنبص الأول على عيش التحينة هنا خبز التحينة بقى جاهز يعني احنا عملناه في الحلقة وسويناه في الحلقة بصوا ايه رأيكم بصوا بقى احنا حطينا سيليكون فما لزقش بصوا بالزبط عشان أنا مش مخبيه عنكم ولا تفصيلة تعالوا نفتح ده مثلا من النص ونشوف شكله بصوا بجد تصدقوا انه ده مش عيش قرى بقد ما تقدر يمو خرجنا بصوا تحسوا عيش يعني في القلب بتاعه ليش وده من تحينة وبيض اللي ما شفوش الحلقة يقدروا يشوفوها بالإعادة وساعة ثلاثة العصرة قاهرة ونسنين ويشوفوها على اليوتيوب واللينك بيبقى عصد حتنا على الفيسبوك مع المقادير تحينة وبيضو خلو ملح تحينة خام وعملنا العشدة تعالوا نروح على الفرن التاني تفكروني الكنترول هو خالي من الأمح وبالتالي خالي من الجلوتن ده تقريبا خلاص استوى تعالوا مرسع عليه مع بعض ده اتفقنا انه مش حنحطله مش حنشيله أول ما يطلع بس حواريكم انه هتعرفوا انه فك اهو شايفين يزفوه لكم من ناحية التانية شو صار كده بس اهو فك طب ايه رأيكم انه ده يبقى قاعدة بيتزا انا عايزة بس اوريكم الاستخدامات يمكن ما نقدي اخر فقرة يا كنترول في كمان اوكي كنت عايزة اقولكم حتى لو مرحقناش اوريكم استخداماته انا ممكن اعمل القاعدة دي وارجع احط عليها صلسة الطماطم والجبنة والبيبروني ودخلها واعمل بيتزا لو انا عندي حاسية من الجلوتن من رياحها بس من هنا ومن هنا ومن سيبها في الصينية وبعدين من طلعها بعد ما تبرد شوي طب تعالوا نعمل التطبيقات احنا كده عملنا تلف انواع العيش الكنوة والجبنة الاريش والبيض وعملنا الطحينة وعملناهم كلهم قدامكم من الالف الى الياء زي بالضبط ما شبتوهم قبل اول مفتاحة يعني اول مفتاحة الحلقة طيب تعالوا نعمل هنا بنفس الطاصة لساندويتش قلنا هنعمل الجبنة الاريش تعالوا نعمل سكرامبلد ايج ساندويتش هتو ناخد حتتين من العيش اهم دول كويسين ونجيب البورد ونعمل بيض بزيت الزتون زيت الزتون طعمه مع البيض اللي مدقوش يجنن فحنعمل سكرامبلد ايج بفلسطين كل البيض بزيت الزتون بالزات البيض العيون حناخد طبق ونكسر البيض وحنحط مع البيض أفو جاد وتعالوا نتكلم عن حد بيت مرن وعايز وجبة عالية البروتين بعد التمرين وعالية الفوايد وتعمله ترميم للعضلات او بناء للعضلات دايما بعد التمرين احنا منبقى مهتمين انه انا ساعة لما بقى حتى يعني رايحة بعد الحلقة دي بالزبط انا هخرج اروح التمرين خلاص انا بعد سبع سنين بعيدة عن الجم والتمرين مش وقال لكم جم والتمرين يعني كروس فت مجرد اروح امشي شوية نصف ساعة تردمل اشيل شوية وزن بس خفيف احرك جسمي بعدت سبع ثمانثين وشهلي بعدني لحد ما في يوم جات لي اصابة بسيطة بكتفي لأ انا جاء يعني هستحسوا انه جسم انتو خنتوا جسمكم خلاص هو ما بيتمرنش كفاية ولا بتغزى كفاية انه يقدر يشلنا واحنا منكبر ما منصغرش فباروح التمرين ساعة ساعة لربع ثلاث مرات في الأسبوع وانا خرجة ببقى عايزة جدا اني اخد حاجة بروتين فدايما بخلي معايا مثلا ساندويتش عملاه سريع من أنواع العش دي ساعات باخد اللي هي فيه بروتين باودر ببقى حطاه معا نوع من أنواع مثلا الرايب عشان بعد التمرين خلال 20 دقيقة لازم يكون خدنا بروتين لترميم العضلات هحط هنا البيض هاخد السباتيلا احلى حاجة للسكرامبل اج استخدموا الاسباتيلا وتبتدوا تعملوا طبقات كده تلموه كده وتنزلوه تاني كده شايفين اللايرز اللي بتحصل بالاسباتيلا بتبقى خطيرة ده نعمل كده تبتديني طبقات حلوة كده لذيذة وما بسوهوش زيادة عن نزوم حطلو رشة خلف الأسود فقط وخلص من أسرع الحاجات اللي ممكن نعملها طبعا البيض هحط هنا العيش شوفوا اللي هنا بيبقى عامل ازاي من جوه هاخد البيض كل واحد وحسب السهلاكو في ناس راح تربي عضلات ووزنها كبير وبتحرق سعرات ومش عايزة تخص فبتاكل كتير بتعادل حرق السعرات اللي بتاخدها في ناس راح الجم عشان تخص بتحرق أكتر وبتاكل أل بس إذا اللي بتاكل أل تاكل صح هناخد دلوقتي الأفوكادو أفوكادو من الدهون المفيدة جدا يعني السوبر فود فحاخد هنا الأفوكادو قطعه شريح وحطه على الوش بس أحط قبله شوية طماطم حط شريح طماطم ونحط الأفوكادو وبعدين نحط عليه القطعة التانية وممكن بالسكينة نقطعه اتنين كده وبقى عندنا ساندويتش بسوا ساندويتش صحي وغني وخالي من النشويات عالي البروتين والقيمة الغبائية هنطلع فاصل ونرجع هكون محضر لكم نعمل الحمص بالبنجر نتكلم عن فوايد البنجر وكمان ممكن نعمل ساندويتش طعمية تفتكروا الطعمية مفيدة ولا مش مفيدة لأنها مصدر عالي من البروتين هنشوف بعد الفاصل تعالوا مع بعض قبل ما وريكم الساندويتش اللي عملناها وحنعمل درقتي مع بعض بسأوريكم خلطة الحمص بالبنجر مع الجبنة القريش ده بروتين الحمص بروتين نباتي البنجر مفيد جداً للكانسر ربنيش في الجميع ويحمي الجميع لأنه بينقي الدم لأنه بيوطي الضغط لأنه مفيد جداً لصحة كمان الأمعاء اقروا عنه المبالغة في أي حاجة خطر حطينا حتة جبنة قريش حطينا بنجر حطينا حمص طبعاً مسلوق شوية لمون وشوية طحينة ومش هحط ملح دلوقتي لأنه الجبنة بيبقى فيها الملح كافي حنخلط الخليط ده ممكن أنزل عليهم بشوية مية عشان يبقى سمود ممكن محتاجة محتاجة أقطع قطعة البنجر دي عشان تدوب مع الخليط أسرع هنعمل الساندويتش في الأفوغادو والبنجر والحمص هزود مية على الخفيف زي ما منعمل مع الحمص أيوة هزود للسفاتيلا هنديله تقليبة بس كده سريعة شايفين لونه ده باربي حمص البنجر مسلوق طبعا نسترابه يعني السفات ده مليان كويد وطعمه حي كمان لتنين هحطره كويد جزة تون كمان للفايدة هنبعد عن الدهون المفيدة مقدار قليل يجبين خلص بقى جاهز بصوه أصلا الدب لونه يهبل هنعمل دلوقتي بيوتفل ساندوش من ألوان الطبيعة الحلوة هناخد هنا الراب ده ونحط عليه السبريد شايفين لونه حلوه ازاي هلثي مش يعني بورينج وهلثي مش يعني قليل سعرات عشان بس نبقى واضحين هلثي الفوايد الكتيرة هاخد دلوقتي هنا شوية من الورقيات حط عليه اهتموا جدا ب انكم تحبوا أكلكم الهلثي وتزوّقوا كويس تستمتعوا بيه لانه مش معنى انه هلثي انه يبقى أكلي أكل مستشفيات وانا ضد الكلمة اكل المستشفيات لاني مع تطوير اكل المستشفيات بالشكل والطعم يعني لو حتى حنراعي بصوا بصوا ما شاء الله لونها حلو ازاي ده راب سوبر مفيد لينا هحط له كمان شوية بنجر شرايح بيدخل جدا في السلطات والمطبخ على فكرة التركي بيدخلوه كتير جدا بصوا الراب ده حلو ازاي انا حسيبه مفتوح كده على فكرة ونرشله رشة ملح بسيطة جدا محطناش ملح نحط رشة ملح بسيطة وهات نحطه جنب سندوت شات البقية هنا عاملة سريعا جبنا قريش بالطماطم والورقيات تعال نبصوا عليها بسرعة دي جبنا قريش بالطماطم والورقيات دي الطعمية اللي حنعملها حالا هاتو اجيب بورد تاني كمان عشان نشوف مع بعض كل السامشز بس بجد قد ايه جميل ال اوبن راب ده اهو بصوا حنعمل دلوقتي هنا احنا قلنا التحينة موجودة في العيش بتاع التحينة حنعمل طعمية سنتش طعمية حناخد شوية من الخليط ده ندهنه هنا طعمية يليق معاها ايه النعناع حنحط لها نعناع حنحط لها طماطم الطماطم كانت جنبي يا جماعة اختفت صح شايفينها مختفية او الا موجودة شالت طيب احنا ممكن نحط طماطم معاها طبعا الطعمية بتليق معاها الطماطم وحنفرفت كده الطعمية اللي هي طبعا من الفول المدشوش ساعة تبقى من الحمص معاها ورقيات كتير كل ده مفيد البصل الاخضر مفيد والكزبرة مفيدة حنقفلها تحط شوية هنا سبريد من ناحية التانية عشان نقفلها وحنقفل الساندويتش ده بصو مش معنى اني انا ممنوع من اكل اد ايه الابيض للاسباب الكتيرة اللي قلناها اني ما استمتعش بالساندويتشات والاكل الحلو اكلنا النهاردة صحي ومفيد لكل من لا يستطيع استهلاك اد ايه الابيض للاسباب الكتيرة اللي قلناها سواء حساسية سواء اوتواميون سواء بيحاول يبعد عن زيادة السكر في الدم او يبقى صحي اكتر او يعمل بالنس توازن ما بين دي الابيض والحاجات دي انا عن نفسي باكل من دول ولما اشتهي حطة تعيش حلوة نفسي فيها هي اللي باخدها واكلة العادة عادة بقت دايما عندي بالفريزر مجمدة انواع مختلفة من العيش الكتير اللي عملناها لجلوتين فري حلقتنا عشان تستفيدوا منها تقدر شوفها بالاعادة ثلاثة العصر قهران السنين وكمان موجودة على اليوتيوب اكتبوا خالي من الجلوتين مايشو وشوف كمية الحلقات اللي عملناها اللي ان شاء الله يا رب تكون علمي ونتفعوا به وتستفيدوا منها ويجب التنويه لو انت او انت او ابنك او ابنك عندهم حالة صحية معينة وانتوا شايفين الاكلات دي المناسبة ارجعوا لطببكم وشوفوا هل الوصفات دي مناسبة لحالتهم وبمقدار قد ايه بحبكم جدا وبحب الحلقات دي لانها فعلا بتكون يعني انا بخدها منية علم يعني ينتفعوا به ويا رب يا رب يبقى نافع عليكم بحبكم جدا وباي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة